مرحبا أمامي 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 سوف نبدأ بـ لسن 10 من درس العاشر في الوحدة الثانية نيو يورس دي في لندن طبعا نيو يورس دي يعني السنة عيد نرأس السنة هنا راح ناخد القطعة هذه الأسئلة حول القطعة ذلك الأسئلة المفضة الآن نقرأ الأسئلة فيما بعد ما راح نقرأ القطعة نعرف الأجوبة حول هذه الأسئلة طبعا نعرف معناها ياسر اسم شخص سي يعني رأى يعني من أعلى الدولاب الكبير طبعا اللي هو المقصود بهذا الدولاب الهواء طبعا اسم البورج أو اسم هذا الدولاب اسمه لندن أي هل كان فرحا؟ هابي يعني سعيد أو فرح بأنه ذهب إلى هذا الدولاب اللي اسمه لندن آي The biggest wheel in Europe The biggest ففوم big هذه صفة يعني كبير Bigger هذه مقارنة يعني أكبر The biggest يعني الأكبر The biggest wheel in Europe يعني أكبر دي لاب في أوروبا Read the story Read ياسر's story and find out هنا الأسئلة ذني يقول لي اقرأ Read ياسر's story اقرأ قطعة ياسر and find out واكتشف I'll never forget January the first I was in London with my parents and older sister Hala We wanted to go on the London Eye that is a big wheel that takes you up in the air above London It is 135 meters high and is next to the river Thames People say that the view from the top is fantastic You can see all over London and London is over 80 kilometers wide We went out after breakfast It was cloudy and cold There weren't many people in this street because the evening before was New Year's Eve the last day of the old year On New Year's Eve people there have a party they visit friends or walk around the streets At midnight they hold hands and sing a special song They go to bed late At the London Eye we got into one of the cabins As the door closed it started to snow Look Hala it's snowing I shouted We started to go up and up as we went higher and higher the snow got thicker and thicker When we reached the top we could see nothing but snow We could not see the ground We could not see the famous view Only snow We were in a white cloud Are you frightened Hala? I asked No, she said are you? I said nothing Mom and Dad said nothing The wheel turned slowly and took us back to the ground It was still snowing It snowed all day No, I'll never forget New Year's Day in London We are now reading it Try to read it in your book Try to read it in your book Try to read it Now we will read it in your book Now we will read it in a second so we can explain the words and explain the meaning I'll never forget يعني لن أنسى أنا لن أنسى I'll never يعني لن أنسى أبدا January the first الأول من January أو يناير I was in London with my parents كنت في لندن مع مع يعني والدائي يعني أحد الأبوين parents يعني الوالدين وأختي الكبرى هالة اللي اسمها هالة أردنا الذهاب إلى لندن أي اللي المقصود بي هو هاذا الديلاب اللي هو شنو يعني ديلاب كبير الذي سيأخذك إلى الأعلى في هوا لندن بجانب نهر التايمز يعني الناس يقولون بأن المشهد من هناك أو المنظر من هناك هو رائع مشهد رائع من أعلى أنت تستطيع أن ترى يعني لندن بكاملها تقريبا و لندن بكاملها تقريبا و يعني بلرغم من أنه لندن سعتها ثمانين كيلو متر ولكن تستطيع أن تراها بكاملها من خلال هذا الدلال يعني انطلقنا أو ذهبنا بعد الفطور كانت غيمة و باردة لم يكن هناك الكثير من الناس في الشارع ليش؟ لأنه اليوم الذي سبقه هو اليوم اللي سبقه واليوم الراحة بيه كان يا يوم كان يوم 24 اللي هو يوم يعني قبل آخر يوم بالسنة يعني قبل احتفال بعيد نهاية العام اليوم الأخير من السنة الماضية في هذا اليوم الناس هناك يكون لديهم حفلات اللي هو معنى حفلة واللها معنى حزب يعني حزب سياسي يزورون الأصدقاء أو يتمشون في الشوارع يعني حول الشوارع في الليل يمسكون أيادي بعضهم ويغنون أغاني خاصة يعني يذهبون إلى أسرتهم متأخرين متأخرين في هذا الديلاب في منطقة لندن اي في هذا البرج أو في هذا الديلاب يعني لقد دخلنا إلى أحد مقصورات هذا الديلاب يعني عندما أغلق الباب بدأت شنو بدأت يعني تثلج أو الثلج بدأ ينزل يعني دعا أختك قال لها إنها تثلج أو بدأت تثلج يعني يصيح لقد صحتو يعني صحبيها لقد بدأنا أي أن نصعد إلى الأعلى ثم إلى الأعلى بينما نحن نرتفع شيئا فشيئا الفلج بدأ يعني يتكاثف أكثر فأكثر عندما وصلنا إلى القمة يصبحنا لا نرى شيئا فقط الثلوج يعني فقط الثلج المتساقط لم نستطع أن نرى الأرض لم نستطع أن نرى أو نشاهد المشاهد المشهورة أو المشاهد المعروفة فقط الثلج يعني وصلنا لحنا كنا في غيوم بيضاء white cloud اللي هي غيوم الثلج تكون غيوم بيضاء هل أنت خائفة سألتها هل أنت خائفة no she said are you هيش جاوبة no هل أنت خائف are you هي فقط قالت are you معناها هل أنت خائف بدلا من قل are you frightened I said nothing لم أقل شيئا يعني سئلة are you هو ما جاوب I said nothing أنا لم أقل شيئا mom and dad said nothing أمي وأبي لم ينبسوا ببنت شافة يعني ما حتش أو أي شي the wheel turned slowly and took us back to the ground الدي لاب استدار ببطء and took us back to the ground وأخذنا إلى الأسفل إلى الأرض it was still snowing إنها لا تزال يعني لا تزال تثلج لا يزال ينزل الثلج it snowed all day يعني نزل الثلج طوال اليوم all day no I'll never forget لا أنا لن أنسى أبدا forget يعني أنسى never أخذناها مسبقا أبدا I'll never forget new year's day in London يعني عيد رأس السنة في London new year's day in London نشوف هنا the most important words these are the most important words هذه أهم الكلمات اللي موجودة في القطع تكتبها بالدفتر معتك وتحفظها forget forget اللي هي هذه forget forget طبعا فعل معناها ينسى تكتب قدامها بالدفتر معتك ينسى parent or parent sorry parent معناها أحد الوالدين يعني أما الأب أو الأم إذا خليت بها parents معناها كلاهما يعني الأب والأم طبعا هذه اسم noun big اللي هي صفة معناها كبير fantastic معناها رائع أو great أيضا أو brilliant كلهم معناها رائع great brilliant و fantastic معناها رائع go out معناها يعني ينطلق wheel هنا نعدنا wheel معناها دي لاب أو تجي معناها عجلة أيضا هذه اسم top top يعني قمة أيضا اسم cabin معناها مقصورة أو حجرة يعني غفة cabin طبعا اسم أيضا ناون thick معناها كثيف وهي صفة يعني تصف اسم ground معناها عرض وهي اسم نجي للأسئلة أهم الأسئلة في هذه القطعة what did ياسر see from the top of the top wheel ماذا شاهد ياسر من قمة الديلاب شنو الجواب he saw snow and white clouds شاهد الثلوج والغيوم البيضاء تقدر طبعا تقول فقط snow and white clouds بدون he saw فقط تقول snow and white clouds يكون الجواب صحيح was he happy that he went to london i هل كان سعيدا بذهابه إلى عين london i عين عين london yes he was yes he was نعم كان سعيدا تقدر تقول فقط yes يكون الجواب كامل فقط yes تكتب فقط yes رح يكون الجواب كامل الآن شكرا شكرا لإستماعكم أتمنى لكم التوفيق واجبكم اليومي رح يكون كتابة الكلمات في دفتركم كتابة جميع هذه الكلمات في الدفتر والمعنى أمامها بالعربي وكتابة أيضا most important questions الأسئلة المهمة في هذه القطعة في الدفتر الأسئلة والأجوب إلى اللقاء